هلا وشلومكم صبحكم الله بالخير ويفتح علينا وعليكم أبواب الرزق والصحة ورحت البال قولوا آمين وصفتنا لليوم هي الكيكة الباردة بدون بيض وبدون فرن يعني كيكة طيبة تستحق التجربة خصوصا بهذا الفصل الصيف الحار قبل ما أبدي بالفيديو أتمنى أن تشاركون الفيديو مع الأهل والأصدقاء وعلى الصفحات الاجتماعية وليما مشترك بالقناة أتمنى أن يشتركوا في فعل الجرس ولا تنسوني باللايك مثل ما شفتوا خليت هنا باكت من بسكت ماري 200 غرام وأكسرها تريدون تكسروا ناعم أو تكسروا يعني مثل مدى أكسرها بحجم كبير هذا الشي يرجع لكم ورح أستخدم باكت ونصف وأكسر الباكت ونصف من البسكت والتركة على جهة إلى أن ما أحضر الصلصة أحتاج كوب واحد من الشكر أخليه بالقدر وأضيف له أربع معالق طعام من الحليب الباودر وأضيف ثمان معالق طعام من الكاكاو الباودر السادة استخدمت هنا ضعف المقادير لأنه استخدمت قالب الكيك الكبير إذا تريدون تقدرون تستخدمون نصف هذه المقادير اللي رح أخليها بالفيديو ولازم تستخدمون بهذه الحالة قالب يكون أصغر وأخلط هذه المواد الجافة كلها سوية قبل ما أضيف لها الحليب وأضيف لهم كوبين غير مملوئة من الحليب وأذوب هذا الشكر والكاكاو والحليب الجافة بهذا الحليب قبل ما أخليهم على النار وأغليهم وأخلي القدر على النار وأغلي هذه الخلطة مع التحريك المستمر إلى أن ما تنشف شوية وتصير سميكة بعد ما تضخن أضيف لها ملعقة طعام وحدة من الزبدة يعني الزبدة اختياري إذا تريدون أضيف لها زبدة أو لا هذا الشي يرجع لكم بعد ما ذابت الزبدة أضيف 200 غرام من الشوكولاتة إذا تريدوها الغامقة أو الشوكولاتة العادية وأذوب هذه الشوكولاتة وأترك هذه الخلطة تبرد قبل ما أضيفها على البسكت بعد ما تركت هذه الخلطة خلطة الكاكاو تبرد تشوفوا بعد ما بردت تشوفوا يعني ثخنت راح أضيفها على البسكت وأخلطها ويا البسكت قبل ما أخليه بالقالب وأفرغها بقالب الكاك بعد ما غلفتها بورقة الزبدة أو إذا تريدون تغلفوا بالنايلون بعد ما أنتهي من تفريغها كلها هذه الخلطة بالقالب وأعدلها كلها أخلي هذا القالب بالفريزر لمدة 15 دقيقة أو ربع ساعة ولتحضير صلصة التغليف أسخن ربع كوب من كريمة الحلويات أي كريمة الخفق وأرفعها من النار وأضيفها 250 غرام من الشوكولاتة إذا تريدوها الغامقة أو الشوكولاتة العادية هذا الشي يرجع لكم وأذوب هذه الشوكولاتة بهذه الكريمة الساخنة بعد ما ذوبت الشوكولاتة رح أخليها فوق هذه الكيكة بعد ما تركتها بالفريزر لمدة ربع ساعة أفرغ عليها هذه الطبقة التغليف من الشوكولاتة وأعدلها وأرجعها للفريزر لمدة بين 15 و30 دقيقة إلى أن ما تتماسك بعد ما تركتها بالفريزر تتماسك رفعت الإطار القالب وورقة الزبدة بينها ويعني بكل سهولة أقدر أخليها بصحنة تقديم حتى أزينها وأقدمها مثل ما تشوفون يعني إذا أحاول أحددها حتى أخلي يعني مكانات للتزين زينها بالفستق الحلبي أو إذا تريدون تزينوها بالجوز أو إذا تريدون مبروش جوز الهند يعني أي شي متوفر عدكم أو إذا ما تريدون تزينوها هذا الشي هم يرجع لكم فأرح أزينها وأقطعها وأقدمها فهي هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وألفعافي مقدما وأترككم بأمان الله إلى أن من يلتقي في فيديو آخر شكرا جزيلا للمشاهدة